مبطن هذا الملغوم هاي الإجابة مو كلهم نطيك ياهن واضحات لا ملغوم هاي يعني هاي هاي بها تفسيرات كل شو هاي طيب سيد السوداني رئيس مجلس الوزراء الحالي هل قوى الإطار التنسيقي تقبل تسبح له بأن تكون له قائمة انتخابية مفردة باسمه لوحده مشموح له يعني أنا لست مطلعا أنه يوجد شرط على الأخ السوداني أن لا يرشح أو لا يبني تكتلا سياسيا كان هذا الشرط على الأخ الكاظمي في حينها لكن الآن في حكومة الأخ السوداني حسب معلوماتي لا يوجد مثل هذا الشرط لكن أنا نصيحتي وأطلقتها يمكن بالإعلام أكثر من مرة نصيحتي للأخ السوداني أنه لا يشارك في العملية الانتخابات مجالس المحافظات وينتظر انتخابات البرلمان ليقرر إما أن ينزل مؤتلفا أو يقود ائتلافا انتخابيا قويا حتى هذه اللحظة السيد السوداني هل أجاد اللعبة شنو تقصد بإجادة اللعبة عفون في سؤالك اللعبة مع القوى السياسية السنية والشيعية والكردية التي دائما ما تبحث عن رئيس وزراء تستطيع أن تضعه أنا قولت هل نتحت أبطها وماذا تأخذ منه أجاد اللعب بهذه المنطقة مع الوليدات لا زالت العلاقة بين رئيس الوزراء والقوى السياسية بشكل عام كل القوى السياسية هي لعبة جر الحبل الآن منه ياهو القوى وياهو رتشيش مرة هو يسحبهم مرة هو ما يسحبونه هيشي ممكننا جرة حبل زين السوداني جر الحبل بحض له اللي طارويا لا أحيانا تدري موقع رئيس الوزراء ورئيس الحكومة موقع مهم وقوي أحيانا هو اللي واحدة يستطيع أن يجر بحكم تسلحة بالدستور بالقانون وحكا أحيانا القوى السياسية تجر الحبل بحكم ثقلها ووزنها السياسي مبطن هذا الملغوم هاي الإجابة ممكن لنطيك ياهن واضحات لا ملغوم هاي يعني هاي بها تفسيرات كل شو هاي شوكت تجرونه ياهو شوكت يجر الوحدة الحالة المثالية فعلا وهنا اللي أدعو لها بصراحة أن الأخ السوداني وكذلك هو الإطار التي أفرزت حكومة الأخ السوداني كمتبنية له فعلا أن تعيد تنظيم العلاقة معه وهو أيضا يعيد تنظيم العلاقة معه بشكل أفضل طبعا هذا لا يعني أنه ما يكون تواصل أو توجد قطيعة لا توجد قطيعة بين الطرفين ولكن تنظيم العلاقة أمر مهم لرسم معالم المستقبل